يقول كده الكتاب المقدس في تكوين 28-12 رأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض رأصها يمس السماء وهوزى ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهوزى الرب واقف عليها سلم ملائكة طلع ونازل عليه وربنا واقف على السلم من فوق حقيقة هو ده السلم اللي بيوصل من الأرض للسماء زي ما واضح جدا أرسل الله ليعقوب السلم دوت عشان يشوفه عشان يكتشف أنه فيه طريق وفي تكملت النص يقول له كده أنا هأعطيك الأرض لك والنسلك وهأنا معك أحفظك ولا أتركك وأردك إلى هذه الأرض بعد 1700 سنة تتحقق هذه النبوة في المسيح فنلاقيه في إنجلي يوحانا الإصاح الأولاني آية 51 المسيح بنفسه بيقول كده واربطوا معايا النبوة بالكلام اللي قاله المسيح من الآن ترونا السموات مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على نشيل بقى السلم ونقول على ابن الإنسان يبقى السلم بتاعي عقوب يسوي ابن الإنسان يسوع المسيح هو الطريق اللي هيوصل من الأرض للسماء هو الوحيد اللي نزل من السماء وهو الوحيد اللي عنده الطريق هو الطريق اللي هيوصلنا تاني للسماء لكده نقول بوليس الرسول يقول في رسالة العبرانيين صح عشرة إذن لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه حيا بالحجاب أي بجسده طريق حي بحث يعقوب عن الطريق فشاف السلم وجي المسيح وقال لنا أنا هو الطريق أنا هو السلم ده المثال التاني موسى بعد ما خرجوا من أرض مصر وعدوا البحر الأحمر وهما تايهين في سينة فيروح يتشرط على ربنا ويقول له يا رب بص ما ينفق لازم تمشي قدامي أقرأ لكم النص ده في خروج تلاتة وتلاتين فالآن إن وجدت نعمة في عينيك وأنظروا أن هذه الأمة شعبك فرد عليه ربنا وجهي يسير فأريحك فقال له إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا مش متحرك من مكاني إن ما كنتش تمشي قدامي فإنه بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك أليس بمسيرك أمامنا الطريق اللي طلبوا موسى أن يسير الله أمامه لما شاف موسى البحر بيتشق قدامه عرف إنه ما فيش غير طريق واحد للخلاص الطريق دوة هو الله نفسه المثال الثالثة اللي هقرأ معاكم في سفر أشعية إصحاح خمسة وتلاتين من آية تمانية بصوا بقى المثال ده قوي أدي وتكون هناك سكة وطريق يقل لها الطريق المقدسة هتبقى فيه سكة وفيه طريق ده وعد ربنا لأشعية لا يعبر فيها نجس بل هي لهم من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل حتى الجاهل لو مشي في الطريق ده لا يضل بص الوعد لا يكون هناك أسد وحش مفترس بل يسلك مفدي الرب فيها يرجعون ويأتون لصهيون بالترنم إيه هو الطريق غير المسيح طريق الوحيد الآمن في يعقوب شفنا ردوا عليه وأنه ما عندوش مستقبل أنا هو الطريق وفي موسى قال له أنا أسير أمامك وكمان في أشعية قدم لنا طريق آمن لا يمكن أن يدور شيء حتى لو كان أسد الأسد الزائر الذي يقول ملتمسا من يبتلعه ما يقدرش على الطريق اللي إحنا ماشيين فيه المسيح عشان كده يبدأ النص اللي أرينار النهاردة في إنجيل الحد الخامس من الخمسين المقدسي يقول كده لا تضطرب قلوبكم اوعوا قلوبكم تضطرب لأي سبب لإني أنا الطريق اللي مليان أمان ومليان اطمئنان على فكرة المسيحية كانت في الأول اسمها كده اسمها الطريق ما نقرف أعمال الرسل يقول كده عن بوليس اللي هو كان شاول الترصوسي وقتها حتى إذا وجدوا ناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم مصاقين إلى أرشاليم فأعمال تسعة المسيحيين سموا نفسهم الطريق أو سميوا بالطريق في الأول أو كانوا يعلم تلاميذ زاك من غير ما يقولوا اسمه بسبب فهمهم المسيحي أن المسيح هو الطريق فسموا نفسهم إحنا أتباع الطريق بعد كده في النص ده أولا كيبتدي المسيح يجاوب لنا على شوية أسئلة أول سؤال هو الطريق لفين فيجاوب المسيح يقول كده في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا إن مضيت وأعدت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم حيث أكون أنا تكونون وأنتم أيضا بيجاوب المسيح طريق درايح فين هي ودينا فين يعني هو أي طريق لازم يكون له بداية كمان له نهاية النهاية هي في بيت أبي أبي وأبيكم يقول بعد كده المسيح لما جيه للعالم مجاش عشان يأسس مملكة في العالم قال كده مملكتي ليست من العالم وإنما جيه يأسس لملكوت الله مكانا على الأرض وهو إحنا أو الكنيسة ملكوته اقترب بأنه هو جه وورانا الطريق أو وورانا نفسه وهو بيشرح لنا مثلا للإبن الضال وورانا قد إيه قبول الأب لإبنه كان غريب وكان قوي ورجعه للبيت من تاني هو ده اللي عمله الله هو ده اللي عمله الله قبلنا تاني عنده عشان كده يقول أبي وأبيكم أو قلنا لما تيجي تصلوا تقولوا أبانا الذي في السماوات علاقة البنوة دي أهم علاقة في الطريق أهم ما أعطانا المسيح إن هو الإبن الوحيد إدانا بالتبني إن إحنا كمان نقدر نقف ونقول لأ الله يا أبانا ترجمة نانسي قنقر